خادم ظفر خادم ظفر حين هذا هو المسرحية معانا ماذا الميزة ذكي ذكي خالد ذكي وخالد انا كنت اتمنى من زمان معانا أصلا يعني خالد من من الموثرين كلش مو بعمره اللي قاعد يسوي شي جبار في العمر وعندك هالكم الهائل ما شاء الله تبارك الرحمن من الجمهور هذا شي وائد كبير وخالد انا عرفه قبل لا يديش عند مسرح مسرح في النظرق وانا معاه خطوة من وكبر فنيا يعني شوف عيني خالد جدا ذكي مثل ذكي 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 بس يحتاج ان يهدي حبتين والحين قاعد يصير معانا لان خالد ما كان مرتاح في مستوى في طاقة التمثيل يتعب مي من يعطيه باس او من يفرش له ما فيه طبعا اليوم نحتاج حتى الي يفرش ما يصير كبير لازم مقارب لازم مقارب لازم مقارب لازم مقارب معانا يعني هو خذ فرصة وائد كبيرة عند بحمود الفنان طارق علي خذ فرصة جميلة ولو ان انا ضد ان الفنان يطول عند اي احد لازم ينوع لازم ينوع لازم في البداية يعني انا يقوله الفنان ليش انتكها طولت اقوله ما نوع كل مكرح عند الحملي توصلت عند حسن بالله بس انتك قبل في البداية نوعت ورح من انتاج باسم عبدالامير وايد نوعت اشتغل طفل اشتغل تكبار اشتغل تدراما اشتغل تكوميديا بس في البداية انا ضد يعني ان واحد يطول عند احد إلا اذا ما في احد افضل بعد هذا اذا ما في افضل حرام يروح يخرب على العمرة طبعا خالد نظفر مكسب حاليا وطالع بشكل وايد حلوي ومختلف معانا بشكل وايد جميل وحب خيال الحاضر وماخذ الكل اللي قلتها كل اللي قلتش يا في مسرح طارق خالد ما اخذ على دبل دبل من خيال من صراعة بديهة من فكر بس ناكسة خييتعلم وضوع الفرش لانه قاعدة خلا